دارت في الرياض الافتتاح أو العرض الرسمي لهيئة الترفيه السعودية الهيئة العامة للترفيه اللي هي ايه الفعاليات و ايه اللي حيتعمل لمشروعات الترفيه في المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي النهاردة كان ليه الحظ ان انا حضرت التطبيق على فكرة من يومين في لندن سيادة المستشار توركي ال شيخ كان موجود ووقع بعض العقود اللي ليه علاقة بعقود الترفيه في 2019 وبعد كده النهاردة حضرت توقيع الاتفاقيات مع الجانب المصري والترفيه المصري له شكل مختلف عن اللي موجود في انجلترا يعني هذه عقود مع فنانين مصريين كبار الاسامي اللي تم التوقيع معها النهاردة هي اكبر الاسماء واللي حصل النهاردة في الواقع انه هذه العقود بتوسع سوق الفن المصري لانه الفن المصري محدود ليه المصرحية بتتزاع اه 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 بتتعمل في سوق اه دي اه اه عدد قليل من الناس عدد مش عدد قليل من الليالي اه مثلا اه اه حفلات غنائية الموت ربي يعمل حفلات غنائية قليلة اللي حصل النهاردة زي الطفرة الفنية اللي حصلت بين بريطانيا وامريكا انه هنا ينتج وهنا يعرض هنا يعرض وهنا ينتج فالنهاردة سيادة المستشار التوركي قال شيخ عرض او وقع اه اتفاقيات تفاهم مع قامات فنية مصرية هتقدم اعمال عظيمة يتم عرضها في ايضا المملكة العربية السعودية فده بيساعد الفن المصري هنا انه يقدر ينتج انتاج ضخم يعني مثلا اما اجي اكلمك عن مصرحيات شريهان ده انتاج ضخم لو لو عايزين نعمله محتاجين فكده بقى فيه سوق اخر تتكلم عن مصرحية هنيدي مصرحية هنيدي بتعرض الان ثلاث ايام في الساحل بنجاح كبير ولكن لما يبقى عنده ليالي اخرى يعني يعرض فيها الهضب عمر دياب محمد حمائي اعمال فنية اخرى الزعيم الفنان العظيم عد الامام شايفين الاسامي عاملة ازاي فتم توقيع مذكرات تفاهم اليوم مع عدد كبير مصرحية الملك لير ليحيى الفخراني بتتعرض نعم في مصر وحتتتعرض الام القادمة ولكن سوقها كبر وهم في المملكة العربية السعودية ما بيفكروش يعرضوا في جدة والرياض فقط ولكن في كل المملكة العربية السعودية نتحدث عن اطراف كثيرة النهاردة سيادة المصرشار توركي قال شيخ كان بيقول الهضب عمر دياب بيقول له انا عندي حفلات ليك محجوزة لاخر السنة ففي فرصة للتوسع ان الفن المصري يتوسع ونفس الشيء انك تقدم بقى للمواطن السعودي نوع الترفيه الذي يحبه اللي هو الترفيه المصري الفن المصري المصرحيات المصرية الفنان المصري فالنهاردة من ثلاث ساعات او ثلاث ساعات ونص كان في لقاء مع كل القيادات الفنية وانا حابب بس اقول له حضراتكم اللي تم توقيعه شركة كايرو 21 الانتاج الفني والمصرحي ممثلة بالاستاذ مجدي الهواري لتقديم ستة عروض لمصرحية المالي كلير من بطولة الفنانين القادرين ايها الفخراني وفاروق الفشاوي في مناطق مختلفة داخل المملكة العدل جروب فجعل التوقيع مع ممثلة الاستاذ جمال العدل لتقديم ستة عروض مصرحية مخصصة للعائلات للفنانة شريهان التي عادت للمصرح بعد توقف اكثر من 30 عاما ونجوم اخرين ضمن مهرجان الرياض خلال شهراء اكتوبر ونوفمبر من العام 2019 وفي جدة خلال شهراء يونيا ويوليا وجرت توقيع مع الفنان محمد هنيدي شركة كايرو 21 للانتاج الفني والمصرحي لتقديم ستة عروض لمصرحية ثلاث يام في الساحل في مناطق مختلفة من المملكة تكون من اختيار الهيئة العامة للترفيه تبدأ في شهر مارس المقبل فنان اشرف عبد الباقي جرى توقيع معه عبر شركة ووركشوب للانتاج الفني لتقديم اربع عروض مسرحية لمصرحيات مسرح مصر لعروضها العام الماضي 2018 وتقدم اربع عروض مسرحية لمصرحية جريمة في المعادي في عدة مناطق بالمملكة كما تم التوقيع مع الفنان محمد سعد لتقديم عروض مسرحية في مناطق مختلفة داخل المملكة وقع الشيخ مذكر التفاهم مع ممثل شركة ميديا برودوكشن للمخرج والمنتج رامي امام تم الاتفاق خلاله على ان يكون هناك ظهور خاص للفنان القدير عاد الامام كضيف شرف بعمل فني من انتاج الشركة وتم ابرام مذكر التفاهم ايضا مع شركة المجموعة المتحدة مثلهم في التوقيع الاستاذ شام عبدالخالق بهدف عرض عدد من الافلام بالاضافة لتنظيم الحفلات بنظام اوتدور وذلك في مناطق مختلفة داخل المملكة كما تم التوقيع مع شركة الصباح جروب مثلهم في التوقيع صادق الصباح وذلك الانتاج العديد من الافلام بمشاركة فنانين مصريين وعرب وسعوديين وجرت التوقيع مع الكاتبين امير طعيمة وايمان باجة امر لكتابة وتأليف نصوص مسرحية من اجل تقديم عدد وعلى صعيد الحفلات الغنائية وقع توركي آل شيخ على مذكرات تفاهم مع الفنانين هاني شاكر وعمري دياب ومحمد حماي لإقامة حفلات غنائية في اماكن مختلفة داخل المملكة كما تم التوقيع مع واليد منصور لتقديم حفلات غنائية ضمن فعاليات مهرجان الشعبيات ليالي المحروس يشارك فيها الفنانين حكيم وقاورتيج وحمد أهليال وحمد شيبة وعدوية وسعد الصغية ومصطفى حجاج ومحمود الليسي ودياب وعبد البسط حمودة وأيضاً تقديم الفن المصري الأصيل جرت توقيع على المنتج محسن جابر ممثلاً عن شركة ستارز للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي تقوم فيها الهيئة العامة للترفيب بإنتاج مصرحيات فنية باستخدام الحقوق الخاصة بالمصنفات الفنية لعملقة الغناء المصري أمو كالثوم ومحمد عبدالوهب وعبدالحليم حافظ السوق النهاردة كبر الفن المصري أصبح له آفاق يقدر ينتج ويكبر وتشوف أعمال عظيمة وكبيرة الموسم يطول والمملكة العربية السعودية جمهورنا بالإضافة لهذه الأعمال فيه طبعاً أعمال جاية من بريطانيا وأعمال جاية من أمريكا وأعمال جاية من لبنان وأعمال جاية من كل العالم ففيه موسم طرفيه حيتعمل في المملكة العربية السعودية ضخمة جداً خليني أوري حضراتكم لقطات من هذا المؤتمر اللي حضرته النهاردة وكان لي يا الشرف أن أنا قدمت فنانين المصريين اللي أنا باحترمهم وبحبهم وهم دول القوة النعمة المصرية نشوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر